وصلتوا لحد الجزء ده برضو في السيكشنز ولا لسه يعني اخدت في ما انتوا فروض اسبوع او اسبوع لا اخدتوا في السيكشن لحد فين يعني اخدتوا البيبس اتطورية الاستاتيك برضو ولا لسه 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 عادرتك يا دكتور ما اخدتوش الاستاتيك اصلا اه معداد ده التارت اسبوع صح تمام خلاص ماشي طيب احنا المرة اللي فاتت شرحنا ازاي نحل الكاميرات بطريقة بتاعت الاستاتيك وانا الافكار اللي انت ملسم بيها او اللي ممكن تقابلك في اي مسألة او في الامتحان يا اما عندي كاميرا سيمبيلي سابورتد ليها اتنين او كاميرا عليها دستروبيوتد لود او الاتنين مع بعض كاميرا فيها اسبان واحدة او اتنين اسبان او او اتنين اسبان وكانت ليبر ايا كان احنا اتفقنا على كون سبت واحد ان انا بياخد جزء جزء من الكاميرا وبحله لوحده كأنه هو سيبرت ولو على حسب اللي هو طالبه مني في المسألة هل هو طالب مني الماكس مملوت فانا بياخد اقل حمل ولو هو طالب مني ان انا اعمل ديزاين او الماكس مومنت فانا بياخد اكبر مومنت لانه هو دوت اللي هصمم عليه الكاميرا اللي عندي مرة اللي فاتت اخدنا الكاميرا بالطريقة بتاعت الاستاتيك قلنا اول حاجة لازم بعملها وانا ببدأ المسألة بتاعتي او بحلها لازم اشوف المسألة اللي عندي الاول determined ولا indetermined structure ليه الهدف ايه ان انا اعرف ان هي determined ولا indetermined علشان اعرف هي محتاجة كان plastic hinge علشان يحصل لها failure لو انا عندي ال structure اللي عندي determined فهو محتاج plastic hinge واحدة علشان يحصل له failure زي لو انا عندي camera simply supported فهي مش هينفع يحصل لها غير plastic hinge واحدة ده هيكون فين اللي هو عند المكان بتاع maximum moment اللي موجود سواء ان انا لو عندي concentrated load فهتبقى في النص عند مكان maximum load او لو انا عندي distributed load برضو هتبقى في النص عند المكان بتاع maximum اللي هو w square على ال 8 تمام طيب لو انا عندي structure ده indetermined طب لو هو indetermined يبقى قولنا علشان احدد عالد plastic hinge في ال structure اللي عندي او في الكاميرا اللي موجودة عندي انا محتاج ال number of the indeterminacy plus one السياح حدد ال number of the indeterminacy دوت ان انا بشوف انا عندي كام equation وعندي كام unknown قولنا ان في الكاميرات انا بهمل اتجاه x هيبقى عندي اتنين equation دول 70 في اي كاميرا sigma y و sigma moment هيتبقى في عندي كام unknown هطرح اللي اتنين من بعض ازود عليه واحدة فهي دي الاماكن اللي متوقع يتكون عندها plastic hinge تمام طيب اتخذنا بتاعة الاستاتيك الطريقة بتاعة الاستاتيك ديت كانت موضوعك مبسيط خالص خالص ان انا الهدف ان انا كنت بجيب تو terms وبسويهم ببعض termine بسويهم ببعض ايه هو اول turn ان انا قلت لازم احسب الدروب بتاع المومنت نسيجة الاحمال اللي موجودة عندي على قمرة دروب المومنت مش سمعيني كده لشو انتيني السود اخرى ايه يا دكتور اه كده السمع معلش هو قطع وريجا كده موجود تمامه ثلاثم طيب ثلاثم ثلاثم بعد كده لاما جيت هتكلم قلت لاما جيت هتكلم المرة اللي فاتت على طريقة الاستاتيك قلنا في طريقة الاستاتيك ان انا بحسب بدروب بتاع المومنت بتاعي وبسويه ان انا بجيب عند مكان معين المومنت بتاع البلاستيك مومنت ان انا بشوف ان ام بلاستيك بترسم ازاي او عند اني جوينت وبرسم شكل المومنت نتيجة الام بلاستيك بسويها بالدروب بتاع نجيب الماكس مجموعة النهاردة هنتكلم عن الانرجي ميسود الطريقة بتاعة الانرجي ميسود او بطريقة الصوت بيقطع كده بش مهنسين طيب عيد تاني انا كنت يقول ده وبعيد المرة اللي فاتت ان انا كنت بقول ان انا في طريقة المرة اللي فاتت ان انا بعمل ترمين وبسويهم ببعض ايه هم التروين اللي بسويهم ببعض اول حاجة ان انا بشوف ان انا عندي كان بلاستيك هنجة تتكون على القامرة دي وبابدأ ارسل شكل المومنت نتيجة البلاستيك مومنت اتاني حاجة ان انا بحصل بتاع المومنت نتيجة الاحمال اللي موجودة على القامرة عشان كده قلتلك لو انت عندك كاميرا فكسد فكسد او كاميرا ببدأ اسهلها وحولها الكاميرا هنجد هنجد علشان اعرف احسب الدروب بتاع المومنت عند السيكشن اللي عنده الماكسيمون بلاستيك مومنت واللي عرف علشان اعرف اطبق الاكوشن بتاعك وبساول ترمين ببعض ومنها هعرف اجيب الماكسيمون مومنت اللي بيقدر يستحمله الكاميرا دي النهاردة هنفض الطريقة بتاعت الانرجي ميسود او طريقة الستاتيك ميسود هم اللي اتنين لازم يطلعون نفس النتيجة عشان جده انت لو بتحل في الشيح حل لو هو حتى تم اطلوب منك ان انت تحل بطريقة واحدة طريقتين لان المفروض ان الاتنين ده كده كأنك بتتدرب على الحل او بيأكد لك الحل بتاعك ان المفروض سواء حلت بدي او حلت بدي دي طرق حل ولكن في القاتل المفروض النتيجة تطلع واحدة تمام؟ لحد هنا كده اعتقد مفيش اي مشكلة المفروض ان احنا المحاضرة دي هناخد الطريقة بتاعت الانرجي ميسود ويبقى كده خلصنا كل البيمز تماما باللستاتيك وبالانرجي المرة اللي جاية هناخد الفريمز بطريقة الالستاتيك واللي بعدها هناخد الفريمز بطريقة الانرجي لازم النهار لازم النهاردة لازم النهاردة تحل الشيط كله حتى لو انت لسه بقيتش في السيكشن الطريقة بتاعة الانرجي وطريقة الليستاتك ولو على أقل مسألتين يعني مسألتين باللستاتك ومسألتين بالانرجي وأي حد يقف قدامه وأي مشكلة يروح في الشيكس في السيكشن لأن احنا المرة اللي جاية والمرة اللي بعدها هندخل في الفريمس ومش أكدب عليكم الفريمس أصعب من البيمس ولو انت موضوع البيمس ما كانش بالنسبالك ان انت شرب الموضوع مية في المية مش هتعرف تحل الفريمس لأن الفريمس طريقة حلها أصعب من البيمس يعني طرق التطبيق أصعب فمصيحة انت لازم بعد المحاضرة النهاردة تحل مسألتين هنا ومسألتين هنا كده انت هيكون بالنسبة موضوع البيمس تمام طيب أول حالة موضوع البيمس والطريقة بتاعة الستاتيك ميسود هما الاتنين لازم نفس الحل رقم واحد رقم اتنين هاعد أقول لك إيه هي الخطوات السابتة ما بين الانرجي وما بين الستاتيك لحد لما هنوصل لخطوة معينة وهاقول لك لأ هنا بقى بيبدأ الفرق ما بين ده وما بين ده طب ايه هي الخطوات السابتة ما بين الستاتيك أو ما بين الانرجي أول حاجة في المسألة إن المفروض ان النقط اللي هيتكون عندها البلاستيك هنج هي سابتة سواء أنا بحل كده أو بحل كده هو الفرق بين الستاتيك وبين الانرجي هي طريقة حل كأنك بتحل بالسري مومنت إكويشن وبتحل بالконسيسنط دو فورميشن دي طريقة حل ودي طريقة حل طريقة الحل بتاعة الانرجي نفس الكلام اول حاجة هيعدي كام بلاستيك هنش هتتكون عندي في القمرة رقم 2 هشوف فين الاماكن اللي المتوقع يتكون عندها البلاستيك هنش قلنا من المرة اللي فاتت فين الاماكن اللي متوقع يتكون عندها بلاستيك هنش الاماكن المتوقع ان هو يتكون عندها بلاستيك هنش هما عندما كان ال Fixed Support عندما كان Maximum Concentrated Load اللي هو هيسبب لك Maximum Moment في نص Distributed Load لو عندي Support موجود في النص تمام كده؟ تعالوا بقى نشوف معلش نعرف ان انت قطعتين انا ما اكلمتش اول ما اقطع ما اكلمتش انا بقول ان احنا هنحل المسألة دي دلوقتي تاني المفروض المسألة دي خدناها المرة اللي فاتت بطريقة بتاعة الاستاتيك هناخدها المراضي للطريقة معلش هو او خطوتين ما بين الانرجي والاستاتيك هم هم نفس الكلام بالضبط انا اول حاجة بمسك المسألة اللي موجودة عندي اخرت هيتكون كان بلاستيك هنج وفين الاماكد المتوقعة ان يتكون فيها بلاستيك هنج دي بيه نفس دي ده اللي لازم تعمله سواء انت بتحل بالاستاتيك او تحل بالانرجي لكن بسم الله الرحمن الرحيم انا بدأت المسألة اشوف فين الاماكن المتوقعة وعددهم قد ايه ده رقم واحد تمام نيجي بقى للطريقة بتاعة الانرجي الطريقة بتاعة الانرجي دي بيقول لي بتعملي اسمها طريقة الانرجي ميسوت الانرجي ميسوت دي انا بكون علاقة ما بين حاجة اسمها الورك اكسترنل وحاجة اسمها الورك انترنل هي تقريبا شبهة في ايه الورك اكسترنل يعني معناها حاجة خارجية يعني بكون علاقة ما بين الاحمال الخارجية اللي موجودة على الكامرة الورك انترنل يبقى معنا كده دي حاجة داخلية في الكامرة هربطها ما بين البلاستيك مومنت تمام لما كنت بيجا كون اللي استاتيك كنت بقول لك ايه انا اول حاجة هحسب دروب المومنت نتيجة الاحمال اللي موجودة على الكامرة اللي هي الاحمال الخارجية بس هحسب الدروب بتاع المومنت وهسويها او هرسم علاقة تانية هرسم المومنت اللي هيتكون نتيجة الام بلاستيك عند النقط اللي متوقع ان يتكون عندها البلاستيك هنج تمام هاجي هنا في الانرجي بقول لك انا بعمل حاجة اسمها وورك اكسترنل وبسويها بالورك انترنل يعني ايه كلمة وورك اكسترنل ويعني ايه كلمة وورك انترنل الورك اكسترنل دي بيقول لي هي الاحمال الخارجية الموجودة على الكامرة في الديفليكشن او في الديفورميشن اللي قدامها ثاني هفهم بس المنطوق وبعد كده هقول لك تحسب ازاي الورك اكسترنل هو الاحمال الخارجية اللي موجودة على الكامرة في قيمة الديفورميشن او الدلتا اللي حصلت قدامها نتيجة وجود الاحمال على الكامرة يعني ايه يعني كامرة دي عليها حمل كونسنتريت بيقصر هي دي الحاجة الوحيدة اللي موجودة فمعنى كده ايه معنى كده ان انا بقول لك الاحمال الخارجية الموجودة على الكامرة في قيمة الديفليكشن او الديفورميشن اللي هتبقى موجودة قدامها اللي هتسببها يعني ايه يعني اول مباجئ احل بطريقة الانرجي ميسود لازم ارسم شكل الديفورميشن للكامرة نتيجة الاحمال اللي موجودة عليها اللي هو ايه اللي هو شكل الالاستيك لائد اللي هو هيكون لك شكل المومنت بمعنى ايه بمعنى ان الكامرة دي هي فكسيت فكسيت وعليها كونسنتريت لود في النص هو انا لو جيت اقول لك ارسم لي شكل الالاستيك لائد او الديفورميشن اللي هيحصل للكامرة دي نتيجة الاحمال اللي موجود عليها هيكون شكل عامل ازاي هو انا عند الاتنين سابورت دول هيحصل اي ديفورميشن لأ هو السابورت هيتحرك لأ السابورت ده ممنوع من الحركة في اتجاه وي ومومنت صح ولا لأ فمعنى الوورك اكسترنل اي حمل خارجي موجود على القمرة في قيمة الديفورميشن اللي موجودة قدامه يعني ايه يعني هقول هي بتساوي البي في الداخل ما علي الشيء ما ندسي صب ثانية واحدة كده خليك احشوف ما هي حكا في النت ثانية واحدة تماما دوك ما عليش بشواندسين تمام طيب يبقى انا لحد دلوقتي كده معايا بشواندسين سمعيني اه تماما دوكتور طيب لحد هنا كده ما فيش اي مشكلة يبقى انا قلت اول حاجة هعملها ان انا هرسم شكل الالاستي كلاين وهكون الورك اكسترنل الورك اكسترنل اي حمل خارجي موجود على القامرة في قيمة الديفليكشن او الديفورميشن اللي موجودة قدامه نتيجة رسم الالاستي كلاين يبقى الورك اكسترنل في المسا دي ده هنا ما فيش اي مشكلة هكو الورك انترنل بيقول لي ايه الورك انترنل ده هو اللي هتتكون عند اي جوينت في قيمة مقدار التغيير في الروتيشن حصل عند الجوينت دي اسمع الجملة كده وهوفصصها حتة حتة تاني الورك انترنل هو عبارة عن ايه عبارة عند كل جوينت اللي هيتكون عندها البلاستيك هنش هجيب الام بلاستيك اللي هتتكون عند الجوينت دي وهضربها في مقدار التغيير في الروتيشن اللي حصل عند الجوينت دي يعني ايه يعني انت دلوقتي بتقولي ان الكاميرا دي فكست فكست يعني موجود فيها كام اكوشن اتنين كام قنون اتنين اربعة واي ومومنت واي ومومنت اربعة ميناس اتنين باتنين بلاس وان يبقى ثلاثة يبقى الكاميرا زي ما يحتاج ثلاثة بلاستيك هنش علشان يحصل لها فلير هم فين الاماكن واحد عند السبورت ده واحد عند السبورت ده تمام طيب بيقولي باقي الورك انترنل هاخد كل جوينت هيتكون عندها البلاستيك مومنت بمعنى ان انا هقول ان عند الجوينت دي ان انا هقول ان انا عند الجوينت دي هيتكون بلاستيك مومنت اضربيها في مقدار التغيير في الروتيشن اللي حصل عندها يعني ايه انت لما جيت نتيجة الاحمال اللي موجودة على الكاميرا رسمت شكل الالاستيك وهو كان حاجة بالموانزر ده صح فمعنى كده ان كانت الكاميرا دي الزاوية كانت افقية كانت بسفر هنا ايه اللي حصل اللي حصل ان بقى شكل الديفورميشن او شكل الالاستيك بقى مثلث فمعنى كده ان الزاوية لف بمقدار سيتا يبقى مقدار التغيير في الزاوية سيتا يبقى الجوينت دي هي م بلاستيك في سيتا عند الجوينت التانية اللي هي ديت هقول برضو انها هيتكون م بلاستيك الخط كان افقي ولكن هيحصل تغيير او هيلف بمقدار سيتا فتبقى الجوينت دي عندها م بلاستيك كسيتا يتبقى الجوينت اللي في النص اللي عندها الكونسنتريت لو جينا نبص الزاوية هنا كانت مئة وتمانين درجة ثم ما لإيه اللي حصل اللي اطعم شد اتعالو عالشي بشواندسين طيب هقول تايم الزاوية او الخط اللي هنا كان افقي اللي حصل علشان شكل الاستيك لين بقى مستطيل الزاوية دي كانت مية وتمانين فمعنى كده ان الزاوية اللي متبقية جوه دي قد ايه معنى كده ان الزاوية اللي متبقية جوه هي مية وتمانين مينس اتنين سيتا ليه سيتا من النحيا دي مقدار التغيير في الزاوية بقيمة ايه اتنين السيتا مهو مية وتمانين نقص مية وتمانين نقص اللي اتنين سيتا ففي الاخر هيبقى مقدار التغيير في الزاوية هو قيمة اتنين سيتا طب انا قلت مين ان دي سيتا نفس السيتا دي ما انت عندك هنا كده الزد دي دوت لما انا تكون الإكوشن دي إزاي؟ هقول M بلاستيك في سيتا اللي عند السابورت اليمين M بلاستيك في سيتا اللي عند السابورت الشمال M بلاستيك في اتنين السيتا عند الكنسانتريتد لود في النص عادي هنا كده فيش أي مشكلة بقى المعادلة اللي موجودة عنده هي عبارة عن إيه؟ B في دلتا بتساوي 3M بلاستيك في كام عندك M بلاستيك في سيتا 4M بلاستيك في سيتا تكون علاقة ما بين الدلتا والسيتا هيطيروا مع بعض في الآخر وهعرف أجيب قيمة البي إزاي أكون علاقة ما بين الدلتا وما بين السيتا هو أنت يا باش مهندسين لو جئت تبص على الشكل بتاع المسلس ده اللي هو المسلس اللي موجود جوه ده هو أنا لو قلت تاني السيتا هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مقابل على مجاور علشان الزوايا اللي احنا بنتكلم فيها صغيرة جدا فهقول أن تاني السيتا بيساوي السيتا بيساوي دلتا على إلا على الاتنين وقابل اللي هو دلتا على المجاور اللي هو إلا على الاتنين تمام كده؟ يبقى أنا من هنا عرفت أجيب علاقة ما بين الدلتا والسيتا هيطيروا مع بعض وقيمة الام بلاستيك جيفن في المسألة أعرف من هنا أجيب قيمة البي لحد هنا كده فيه مشكلة هعيد نفس الكلام كله تاني على مسألة عليها ديستوربيوتد لود مش كونسنتوريتد لود نفس المسألة بالزبط فعالوا مبص للمسألة التانية دي هي بالملي نفس المسألة اللي فاتت انت عندك القمرة فكسيت فكسيت معنى كده ان انت عندك تلاتة بلاستيك هينجي هيتكونوا أدي واحد اتنين ودي التلاتة عند النقطة دي أول حاجة هارسب شكل الإلاستيك لاين الإلاستيك لاين ده معناها هارسمه ازاي؟ هشوفوا وانا نتيجة الأحمال اللي موجودة على القمرة دي الجوينت اللي عند ايه دي هل هيحصل لها اي ديفورميشن؟ لأ يبقى معنى كده ان الديفورميشن اللي موجودة عندها بسفر طيب عنده نقطة سي الديفورميشن اللي موجودة عندها بسفر وعنده نقطة ب آه نتيجة الأحمال اللي موجودة على القمرة فمعنى كده اللي هي فيه عندي ديستروبيوتد لوت كمتو دابليو فمعنى كده ان الجوينت دي هتتحرك لتحته بقيمة دلتا وابدأ أوصل المثلث ببعضه يبقى ده شكل الإلاستيك لاين اللي موجودة عندي تمام؟ طيب أكون الورك انترنال الأول وبعد كده هككون الورك اكسترنال عشان هنا فيه تريك في المسألة دي هستئلكم عليها وركزوا معيه كويس عشان أكون الورك انترنال هو زي المسألة اللي فاتت بالميلي عند الجوينت دي هيتكون M بلاستيك في سيتا عند الجوينت دي M بلاستيك في سيتا وعند الجوينت اللي في النص دي هيتكون إيه؟ M بلاستيك في 2 سيتا ليه؟ لأنه ده بمقدار التغيير في الروتيشن أن الخط كان أفقي ونتيجة أنه تغير شكل الإلاستيك لاين فهو لف بمقدار سيتا من الناحية دي ولف بمقدار سيتا من الناحية دي فمعنى كده ان مجدار التغيير في الزاوية هو اتنين السيتا يبقى انا كده عرفت اكون اربع ام بلاستيك في سيتا وورك انترنل واعرف من شكل المسلس تادي السيتا بتساوي السيتا بتساوي دلتا على الا على الاتنين هكون علاقة بين الدلتا والسيتا تمام؟ لحد هنا كده مفيش اي مشكلة عايزة اكون بقى الورك اكسترنل بيقول ان الورك اكسترنل ده هو اي حمل خارجي موجود على الكامرة في مجدار الديفورميشن اللي حصلت قدامه بمعناها ايه؟ ان انا عايزة احول الحمل الديستريبيوتد لود ده لكونسنتريتد لود واضربه في كيمة الديفورميشن اللي موجودة قدامه انا هسألكم سؤالين وعايزة حد منكم يقولي الاجابة انهي واحدة فيه وليه؟ عندك اول اختيار هقول W في L في دلتا ولا هقولي الاثنين في اتنين قدامكم دقتين فكروا وقولولي تاني اول حاجة هقول W في L في دلتا ولا هقول W في L على الاثنين في دلتا على الاثنين في اتنين يعني من الاخر هقول W في L في دلتا يعني دقتين لود في النص فضربتها في الطول W في L فحولتها الكونسنتريتد لود في النص وضربتها في كيمة الدلتا اللي قدامها ولا هحول الديستريبيوتد لود ده المسلس ده الواحده والمسلس ده الواحده فده إلا على الاثنين وده إلا على الاثنين فهقول W في إلا على الاثنين في مقدار الدلتا على الاثنين اللي قدامه في اتنين عن عشان دول مسلسين أختار أنهي واحدة وليه حد يقول أو أنا أختار تاني واحدة يا دكتور اللي هو هم مسلسين ليه بقى علشان عند الام بلاستيك هتبقى الكاميرا كأنها قسرت في النص فالW هتبقى مش بتأثر في النص سهتبقى كاميرتين كل كاميرا بتأثر لوحدها لا انا بتكلم دلوقتي على الاكسترنر انا عايزك تقول لي ليه انا قلت هقسمهم الاثنين انا بتكلم مالجوع بالانترنر انا بتكلم على الاكسترنر ايوة هو انا كده كل اللود يعني مش هيبه عند نقطة البي اه لا كل لود لوحده نقطة البي كده خلاص كأن الكاميرا تقسمت نصين عند الليم بلاستيك فكل لود هيبشغل لوحده في الاكسترنر قربت قربت هو اجابتك صح هقول تاني واحدة ليه لان لو انا قلت w في l في دلتا معناها انك فرطت ان عند كل نقطة على الكاميرا قيمة الديفورميشن اللي حصلت هي دلتا كأنك بالظبط مثلت شكل الديفورميشن كأنه مستطيل لتحت عند الجوينت دي انت بتقول انه قيمة الديفورميشن دلتا وهنا دلتا وهنا دلتا وهنا دلتا وهنا دلتا وهنا دلتا ده من الصح لأ اقرب حاجة ان انت المفروض هتقولها ان انا هقسم ده مسلس لوحده لانه قيمة الديفورميشن بتقيمة الديفورميشن بتقيمة الديفورميشن اللي سفر عند السابورت من الشمال زي اليمينة لكن انا ما ينفعش اقول w في دلتا معناها انك فرضت ان على طول الكاميرا انه قيمة الديفورميشن اللي بتحصل هي دلتا وده غلط في انت الحتة دي فمعنى كده ان انا وانا بكون الورك اكسترنل بقول w في l على الاتنين في دلتا على الاتنين في اتنين هساوي الاتنين ببعض منها هعرف اجيب قيمة ال w لحد هنا في مشكلة تعالوا نحل بقى مسألة كبيرة تانية هو انا دلوقتي قلتلك عندي كاميرا كاميرا دي مديها لك ال m بلاستيك ومديها لك خلوا بالكو كويس قوي يا باش مهندسين من حاجة مهمة جدا ان مش لازم في كل المسائل الحمل يبقى في النص طب انا هسألكم سؤال وقبل ما ابدأ في المسألة هو انا لو مديها لك الكاميرا دي كده والحمل مش في النص هرسم ده شكل الديفورميشن بتاعها ووصله بالصفر للنحادي والصفر للنحادي هسأل سؤال وقولولي اه او لا لما اجي اكون ال m بلاستيك مثلا او الورك انترنل هقول m بلاستيك في سيتا 1 وهنا m بلاستيك في سيتا 1 برضو وهنا m بلاستيك في سيتا 1 صح ولا غلط? لا هيكون بقى الاتنين سيتا اللي هو اللي عند السابقه. سيتا 1 مختلفة. السيتا مختلفة. يعني هقول سيتا اه يعني هقول ايه? m بلاستيك في سيتا 1 زي سيتا 2. في سيتا 1 زي سيتا 2. ليه سيتا 1 هنا مزاي سيتا 2? لان الحمل مش موجود في النص فبالتالي لما هتيجي تقول تان سيتا 1 هتبقى مقابل اه هي نفس الدلتا لكن الطول اللي هيتقسم عليها مختلف. ففي الحالة دي لازم اسمي سيتا 1 وهسمي سيتا 2. لما تيجي عند النقطة اللي في النص هيبقى مقدار التغيير في الزاوية هي سيتا 1 بلاس سيتا 2. لازم اتخلي بالي كويس قوي باش مهندسين من الحتة دي. لما باجي عند الحمل اللي في النص هقول م البلاستيك سيتا 1 بلاس سيتا 2. تمام؟ فلازم اخلي بالي في المسألة هو الحمل في النص ولا مش في النص؟ دي كده اول حاجة. الحاجة التانية احنا قلنا لما يكون عندي مسألة فيها كذا سبان هاخد كل سبان وحلها لوحدها واشوف هو طالب مني ايه؟ لو هو مش مدين اللوت فاكتور فهعتبر ان كل الاحمال اللي موجودة على الكامرة هي ultimate. فخلاص فالحامل اللي هيطلع ده هيطلع في الاخر هو ultimate load. طيب قبل ما ابدأ ابص على الاجابة تعالوا نحن المسألة مع بعض. انا عندي كامرة اللي اربعة بتأثر في النص. كامرة عليها distributed load وconcentrated وعندي جزء ايه؟ cantilever. اول حاجة لما اجي حل المسألة دي هعمل ايه؟ هياخد الجزء الاول قلنا بتاعي ال cantilever. اول حاجة هبص عليها في المسألة. اول cantilever ده determined ولا indetermined؟ والله هو determined. يبقى محتاج كان بلاستيك هنج علشان يحصل له failure. هي واحدة. ثاني هو عندي مكان support. طيب الخطوة التانية بقى انا شغالة بطريقة بتاعت الانرجي. يبقى انا عايزة ارسم شكل ال elastic line او ال deformation نتيجة الاحمال اللي موجودة على الكامرة. والله انت مقصر هنا بconcentrated load فمعنى كده ان الحتة دي هتنزل دلتا لتحت. عند support ما بيحصلش deformation فهوصلها بالصفر. اجي اكون ال work external هي عبارة عن اي حمل خارجي فقيمة ال deformation اللي هتحصل قدامه. يبقى ال 6 w في دلتا واحد بتساوي هشوف m بلاستيك هتتكون عند camp joint في مقدار التغيير في ال rotation. والله هي m بلاستيك واحدة اللي هتتكون عند جوينت واحدة. فمعنى كده ان انا هقول ان هنا m بلاستيك الخط كان افقي فحصل لف بمقدار سيتا فيبقى هنا هيتكون m بلاستيك في سيتا. هقول تاني السيتا هي عبارة عن دلتا وان على الاتنين هكون علاقة بين الاتنين من هنا هعرف اجيب قيمة ال w. تمام? هيطلع معايا ال w بتمانية طم. اجي بقى للجزء التاني من الكاميرا اللي هو هيبقى fixed. هنجد بقيمة moment معلومة. واعتنسى الحتة دي. لانك لو نسيتك حط قيمة المومنت ده يا باش مهندسين انت كده مسألة تانية خالص. انت كده بتحل مسألة تانية خالص. ما خدتش في اعتبارك المومنت اللي هيجيلك من ال determined structure اللي موجودة عندك. يعني انت كده لو خدت المسألة دي ان هي fixed. هنجد ومن غير مومنت انت كده بتحل حاجة تانية. ايه واعتنسى يا باش مهندسين? هحولها هنجد بقيمة مومنت معلومة. اللي هو ستة دابليو في اتنين اتناشر دابليو. تمام? هبدأ احل المسألة دي ازاي? والله الموضوع بسيط برضو. هحسب انا عندي كام plastic hinge. انا محتاجة في الكاميرا دي اتنين plastic hinge. هي fixed. هنجد. فين اللي اتنين اللي هيحصلوا? اول واحدة هنتكون عند support. يبقى انا الجوينت دي هقول انها هيتكون م بلاستيك هنا. طيب تاني جوينت. وابقى عارفة ان انا عندي هنا اتناشر دابليو. ده مش م بلاستيك. وعندي الجوينت عندك محكتين. والله هو انا لو distributed load دوت. هل انت متوقع انها هيتكون الماكسيمم مومنت هنا يعني الجوينت اللي هيحصلها البلاستيك hinge في النص هنا. ولا عندي مكان concentrated load. نحسب مرة دي. وهحسب مرة دي. معناها ايه? معناها ان انا هاجي هنا عند الconcentrated load. هفرد ترايل رقم واحد ان انا هقول ان الماكسيمم مومنت او البلاستيك مومنت هيتكون عند جوينت بي. وارسم الشكل بتاعي deformations ما هو لازم يوصل عند التو support بالزيرو. يبقى دي كده اول ترايل. الترايل التانية هقول ايه? هقول ان انا هفرد ان الماكسيمم مومنت هيتكون في نص الdistributed لود. يبقى معنا كده ان ده اكبر deformation هيحصل. ووصل بالزيرو. ووصل بالزيرو. واحسب من هنا دابليو. واحسب من هنا دابليو. كأنك بتحل مسألتين مع بعض. تمام? ولكن انت لما تيجي تحل المسألة دي هتلاقي ان الاربعة دابليو ديت هي الايه? اللي هتدي له قيمة دابليو في الاخر اكبر. فانت في الاخر اصلا بنفطار قيمة ال دابليو الاقل. يعني بالترايل المفروض اللي اللي هيدي لك الماكسيمم مومنت هو الاربعة دابليو الكنسنتريت في النص فده اللي هيديني مومنت اكبر. تمام? طيب. يبقى راسمت اول حاجة شكل ال deformations اللي موجودة عندي. اول حاجة عايزة اكون ال work internal. ماشي. يبقى انا اول جوينت هي ام بلاستيك مقدار التغيير في الزاوية في سيتا. زائد الجوينت التانية اللي عند السابورت. هنا هقول ام بلاستيك. لأ. هنا هقول اتناشر دابليو في سيتا. زائد ام بلاستيك في اتنين السيتا. سيتا من الشمال وسيتا من اللي مين. يبقى انا كده قدرت ان انا اكون ال work internal. اجيب علاقة بين الدلتا وبين السيتا. تان سيتا بتساوي دلتا اتنين على الا على اتنين. ليه سميت دلتا اتنين لان انا مسمية اللي بتاعة الكانتليفر اللي فوق دلتا واحد. عايزة اكون ال work external. هي اي حمل خارجي موجودة على القمرة في مقدار ال deformation اللي حصلت قدامه. هي مين الاحمال الخارجية اللي موجودة على القمرة. قيمة ال 4 w اضربها في قيمة الدلتا اللي قدامها. زائد ال w في 5. حولتها concentrated load. في دلتا اتنين على الاتنين مقدار ال deformation اللي حصلت قدامها. يبقى انا كده قدرت اكون ال work external. هساوي الاتنين ببعض. من هنا هيطلع عندي قيمة ال w باربعتاشر تن. يبقى اول واحدة طلعت بتمانية والتانية طلعت باربعتاشر. هاختار انهي واحدة. هاختار الاقل لان دي اللي هتوقع الجزء بتاع الكابولي الاول. تمام؟ طيب. دعالوا ناخد مسألة كمان عشان نكون خدنا الافكار كلها بتاعة الكامرات بطريقة الانرجي مسود. ركزوا معايا. في معلومة واحدة بس. هقولها لكم. عشان تبقوا عارفينها عشان بيحصل لغبطة كتير فيها كل مرة. ايرى معايا المسألة. في المسألة دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي هاتيلي قيمة ال ultimate load. مديني ال load factor ومديني ال m بلاستيك. ركزوا معايا. هو معنى ان هو مديني قيمة ال load factor. قلتلك هتدرب الاحمال اللي موجودة كلها على القمرة. علشان تحولها ل ultimate load. لان ال m بلاستيك دي هي في ال ultimate. هو انا ايه اللي بضربه في 1.75 انا بضرب قيمة الاحمال. معناها ايه باش مهندسين؟ معناها انه قيمة ال w ultimate بتساوي 1.75 فاربعة w working. ما هو لمعنى ان انت هتدرب الاحمال. معنا كده ان الاحمال اللي موجودة على القمرة دي working. يعني دي 4 w working. عشان احولها ال ultimate هتبقى 4 في 1.75 في w working. load factor يعني انا خدت الرمز او خدت قيمة الحمل ضربتها في 1.75. تمام؟ وال w ultimate دي في الاخر لما كون معادلة هي اللي هسويها بال m بلاستيك. فمعنا كده ان قيمة ال w اللي هتطلع عندي في الاخر هي working. لو عايزني احولها ال ultimate هتضربها تاني في 1.75. تاني تاني. اول حاجة انا الاحمال اللي موجودة عندي هو بيقولي هتيله. هو في حاجة من الاتنين من الاسئلة. يا اما يقولي هتيله قيمة الحمل اللي موجودة على القمرة او الماكسمام load اللي تقدر القمرة تستحمله. زي المسألة اللي فاتت. فانت خلاص هتمسك المسألة كلها. تضربها في 1.75. حولتها ال ultimate. هتساوي ده. بده تجيب قيمة w. وقيمة w من الباكية التانية وتاخد الاقل فيهم ويبقى ده خلاص. ده الماكسمام load. ما قليش في المسألة هتيله ultimate ولا working. هي المسألة هتبقى نوعين. يا اما هقولك هتلي الماكسمام load. يا اما هقولك هتلي ultimate load. في فرق من الاتنين. ultimate load. انت بتضرب الاحمال اللي موجودة كلها على المسألة اللي عندك في 1.75. بس بتضرب ايه؟ قيمة الحمل. بمعنى ايه؟ ان قلت بمعناها ان قيمة ال w ultimate هي اربعة في 1.75 في ال w working. كلام ده هو اللي هتساويه بالام بلاستيك. ففي الاخر انا هتطلع قيمة w working. لو هو عايزها ultimate هضربها تاني في 1.75. لكن لو قلت لك هتلي maximum load وخلاص. خلاص انت بيجيب اكبر حمل. انا ما طلبتش بقى منك ال working ولا ultimate. انت بيجيب حمل وخلاص. ما قلت لكش ده ultimate ولا working. قلت لك هتلي maximum load. maximum load يعني اكبر حمل اللي تقدر تستحمله الكامرة. خلي بالك من السؤالين. الاتنين مختلفين. maximum load يعني انت هتضرب الاحمال اللي موجودة مرة واحدة. وده قمت الحمل اللي هتطلع. تمام؟ هي دي maximum load. لو قلت لك هتلي ultimate. تبقى انت فاهم ان قيمة الحمل اللي موجودة عندك دي working. هتضربها في 1.75 علشان تبقى قيمة ال W كلها ultimate. في الاخر لما هسويها بال M بلاستيك انت كأنك بتضرب رمز. هيطلع W working. اضربها في 1.75 تاني علشان احولها لل ultimate load. مسألة ما فيهاش اي حاجة. هي الفكرة بس كلها في التريك دي. نفس المسألة اللي فاتت. دي مسألة fixed fixed. عليها concentrated load و distributed load. بس مكان distributed load مش موجود في النص. تعالوا نحل مع بعض المسألة قبل ما نبص على الحل. انا هيتكون عندي كان plastic hinge. تلاتة. واحدة هنا. واحدة هنا. ارسم شكل. واحدة هنا. ارسم شكل الedformation او شكل الelastic line عند مكان concentrated load. قلنا هحل مرة. عند هفرة trial واحد. ومرة ان هو هفرد ان هو هيتكون في نص distributed load. معنى ايه في نص distributed load? معناها ان دي اكبر دلتا هتتكون هنا. معناها ايه? معناها ان انا هقول ان اكبر دلتا هتتكون هنا. وعادي اوصل كده. اوصل كده. يعني المسافة دي من الاخر هتبقى كومتها تلاتة ونص. عشان تجيب كومت الدلتا دي بقى اعمل تشبه مسلسات عشان تعرفها. كومت الدلتا اللي قدامها. لما تيجي تعمل الwork external. واول واحدة هتعمل ايه? اول trial هقول ان انا هفرت ان الماكسيمم او البلاستيك مومنت هيتكون عند الجوينت دي. هوصل هنا بالسفر. وهوصل هنا بالسفر. لما اجي اكون ال MW internal. هقول ايه? هقول ان هيتكون هنا M بلاستيك في مقدار سيتا 1. هيتكون هنا M بلاستيك في مقدار سيتا 2. بالتبادل دي نفسها سيتا 2. بالتبادل دي نفسها سيتا 1. يبقى معنى كده ان الجوينت دي ال M بلاستيك اللي موجودة عندها في سيتا 1 بلاس سيتا 2. ليه? لان الحمل مش متركز في النص. فمعناها ان الزاوية شمال غير الزاوية يمين. لما اجي اكون ال work external. هو عبارة عن اي حمل خارجي في قيمة ال deformation اللي بتحصل قدامه. 4W في قيمة الدلتا اللي قدامها. زائد W في 7 في دلتا على ال 2. هجيب منين? هجيب تاني. سيتا 1 اللي هي بتساوي سيتا 1 اللي هي دلتا على 7. هقول تاني. سيتا 2 بتساوي دلتا على 3. هعرف اكون علاقة ما بين السيتا 1 والدلتا والسيتا 2 والدلتا. ساعلوا بقى نبص على الاجابة. يبقى انا اول حاجة. قلت ال work external 7W في 7 زائد 7W في دلتا على ال 2. بعد كده من هنا هعرف اجيب. هقول ان الدلتا بتساوي 7 سيتا 1 زائد 3 سيتا 2. هجيب علاقة. هقول السيتا 1 هي دلتا على 7. سيتا 2 بتساوي دلتا على 3. ففي الاخر خلتهم مجهول واحد. وهساوي الاتنين ببعض. هيطلع من عندي ايه? هيطلع من عندي ان ال W working انت ضربت الاحمال كلها في 1.75. ضربت اربعة في 1.75 في W working. يبقى الحمل اللي انت هتطلعه هو W working. هضربه في 1.75 تاني علشان احوله لالتيمت لود. وكده تبقى انتهت المسألة. ما فياش اي حاجة خطس. كده يبقى انت خدت كل الافكار اللي ممكن تقابلك في اي شيط في امتحان في اي حاجة. عايز اعرف لو في حد فيكم عنده اي سؤال. انا كده خلصت عنده اي مشكلة. وصيحة مني ليكم. الحاجات دي لازم تتحلل النهاردة بعد المحاضرة على طول. لو استنت يومين كمان كل ده هيتمسح. لان المرة اللي جاية انا هدخل في الفريمز مالهاش علاقة مختلفة عن الكاميرات. اه قريبة بس طريقة حل معقدة شوية. بزداد طريقة الاستاتيك. نصيحة مني ليكم يا باش مهندسين تحلوا النهاردة. ولو حد واقف عنده اي سؤال يناقشه في السكشن. او يبعته لي. ما عنديش اي مشكلة خالص. او يقول المحاضرة اللي جاية والناقشه سوا. ما عنديش اي مشاكل. في حد فيكم يا باش مهندسين عنده اي سؤال. محتاج اي حاجة في الثلاث محاضرات اللي فاتت. يا دكتور ممكن الحتة بتاع اللود الوركينج والالتوميت دي تاني. اللي هو في كالفاعل السؤال. هقول لها اخر مرة هركز معي. انا السؤال هيتسئلك بطريقتين. تمام? لو انا قلتلك هاتلي الالتوميت فاليو اوف لود وما تتلكش لود فاكتور على المسألة. دي اول حاجة ممكن تلاقيها قدامك. يبقى معنا كده ايه? معنا كده ان الاحمال اللي انا مديهالك على المسألة كلها اولتوميت. يعني دي معناها ستة دابليو اولتوميت. في فرق من ان انا اقول لك حمل اولتوميت ووركينج دي حاجة. وفي فرق من ان انا اقول لك هاتلي الماكس مام لود دي حاجة تاني. نركز معي. او ان انا مديهالك اللود فاكتور دي حاجة تالت. طب انا دلوقتي هاتكلم على المسألة اللي قدامي. انا قلتلك هاتلي الالتوميت لود بتاع الاحمال اللي موجودة على القمرة دي. وما دتلكش اللود فاكتور. فمعنى كده ان انا هاعتبر ان الاحمال اللي موجودة على القمرة هي اولتوميت. وهحل الباكية الشمال والباكية اللي مين وهياخد اقل حمل. يبقى ده الماكس مام لود او الالتوميت لود. تمام? ممكن اجيب لك نفس المسألة. واقول لك هاتلي الالتوميت فاليو اوف لود. ودي لك اللود فاكتور. معنى ان انا ديت لك اللود فاكتور. معناها ان الاحمال اللي انا اديتها لك على المسألة هي ووركينج. فاعمل ايه? يعني معناها ان الستة دابليو دي مسستة دابليو ووركينج. اضربها في 1.75 كقيمة دي كلها على بعض دابليو التوميت. يعني الدابليو التوميت بتساوي ايه? ستة دابليو ووركينج في 1.75 يبقى اول حاجة هعملها ان انا هضرب المسألة كلها في 1.75 فبقت ستة في 1.75 في دابليو ووركينج. ففي الاخر قيمة الدابليو اللي انت هتطلحها هتبقى قيمة ووركينج. عشان تحولها الالتوميت هتضربها في الاخر في 1.75 تاني. تمام? طب لو انا قلتلك هتلي الالتوميت لود ومديالك اللود فاكتور في مسألة زي دي واتنين سبان هتعمل ايه? عادي خالص. هضرب المسألة كل لها من الاول في 1.75 واحل اول بارد واحل تاني بارد. والدابليو اللي هتطلع لي من الاول بارد هي ووركينج والتاني بارد بارد ووركينج. اخدت الاقل منهم يبقى انا الدابليو ووركينج هي الاقل من واحد او اتنين بتساوي تمانية. يبقى اذا الدابليو اولتوميت تمانية في 1.75. كده الموضوع كله بسيط. انا في الاخر الرم الدابليو اللي هو من دهولك ده رمز. فهمت كده? تمام يا دكتور. وفي حالة الماكسيمام بقى? نفس الكلام. لو انا دلوقتي قلت لك المسألة دي. قلت لك هاتلي الماكسيمام لود. وسكت. ما قلت لكش لهو اولتيمت ولا ووركينج. عندك حاجتين. اما هتدي لك اللود فاكتور او لا. لو ما اديتكش. يبقى خلاص. يبقى هي الاحمال اللي موجودة عندك هي اولتيمت. هتحل بارد واحد وبرد اتنين من غير ما تضرف في اي فاكتورز. ما هو لو انا ما اديتكش لود فاكتور انت مش هتجيب لود فاكتور من دماغك وتضرف فيه. هتحل واحد واثنين وتاخد الاقل وخلاص. وده الماكسيمام لود. طب لو انا قلت لك هاتلي الماكسيمام لود. ما قلت لكش ده اولتيمت ولا ووركينج. هتدرب المسألة ومديتك اللود فاكتور. هتدرب المسألة كلها في وان بوين سيفن فايف وتحل. اه هيبقى وان بوين سيفن فايف في ستة دابليو ووركينج. يبقى انت في الاخر هتطلع لقيمة دابليو ووركينج واحد واثنين وهتاخد الاقل. الاقل ده هيبقى هو ده اكتر حمل تقدر القمرة تستحمله. لان انا قلت لك لما باجي اطلب منك حمل يبقى اكبر حمل بتقدر تستحمله. هو اقل حمل. ليه? لان هو دوت اللي هيوقع البورت الدوتيرمنت الاول. بالتالي هتبقى القمرة كلها حصل لها فيلير. تمام? تماما دكتور. شكرا جدا. انا ما وضحت لقش هتلي ultimate ولا هتلي ووركينج خلاص انت الحمل اللي موجود عندك هتحل وتجيب. قلت لك هتلي ultimate وما اديتكش اللوت فاكتور يبقى خلاص برضو هتحل والرقم اللي هيطلع لك هيبقى هو ده الالتمت. قلت لك هتلي الالتمت ومتديالك فاكتور يبقى هتضرب اول مرة عشان تحول المسألة كلها لالتمت. بس في الاخر انت بتطلع رمز. رمز ده دابليو ووركينج. هتضربه في الاخر تاني. فون بوين سيفن فايف علشان تحوله لالالتمت. تمام? تماما دكتور تاني. طيب تمام. حد فيكو عنده اي مشكلة تانية بشواندسين او عنده اي سؤال? طيب. اتمنى ان انا اكون في التوكي بشواندسين. ان شاء الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي. ان شاء الله في الجزء بتاع الفريمز. ماشي. سلام عليكم. اشتركوا في القناة